رغم أنه حتى اللحظة اللي بيكلم فيها حضراتكم أو يعني حتى بعد انتهاء مباراة سانداونز مباراة الإياب الخسارة بنتيجة 1-0 لكن أنا عندي ثقة كبيرة جدا أنه النسخة دي مازال النادي الأهلي هو الأقرب لها وأنه الأهلي حتى اللحظة دي لم يظهر بوجهه الحقيقي لأسباب كتيرة جدا الحمد لله أنه مازالت فرصة التأهل لدول التمانية بإيدينا مش بإيد الآخرين وإحنا لننظر لأي حسابات الأهم هو التركيز في المواجهة اللي جاية مطش المريخ ومن حسن الحظ والطالع أنه عندنا فترة كويسة جدا نرتب أوراقنا ونصلح أخطاءنا ونشوف إزاي ممكن نصح المصار لأنه رغم أنه أنا بقول أنه الأهلي هو الأقرب لكن أنا بقول أنه منافسة السنة دي هتكون أشرس بكتير متابعة فرق الشارك في البطولة شايف أنه الودات حاضر جدا شايف أنه الفريق بتاع سانداونز من فرق المرشحة بقوة ولأتوقع أنه الأهلي هيقابله تاني في نفس البطولة شايف الرجاء الترجي التونسي وشايف كمان بيترو أتليتكو يمكن يكون الحصان الأسود للبطولة خلينا ناخد رأي كابتن خالد جاد الله نجمنا طبعا الكبير اللي بيشرفنا النهاردة في الساديسة وبنسعد دايما أنه نقابله مساء خير يا كابتن خالد مساء الخير يا أحمد هارد لك بداية على مطش مبارح ما علش ما تحصل طبعا وأنا كنت لسه بقول حضرتك الناس رد فعلها دايما الأهلي يوم ما بيخسر رد الفعل بيبقى عليف يعني الناس بتبقى زعلانة جدا ومحوطة جدا وبتهاجم في أوقات كتيرة جدا لكن المرة دي شايف أنه الناس مقدرة الحالة اللي كانت عليها اللعيبة وكان واضح جدا تأثير الإجهاد والمبارات القوية المتتالية للأهلي بيلعبها في مطش مبارح طبعا كان واضح جدا ويمكن جمهور النادي الأهلي دايما عشان عنده ثقة في فرقته وفي لعبته دايما بيبقى عايزهم يكسبه كل المتشات ولكن زي ما أنت قلت فعلا رد الفعل بعض الخسارة بتاعت مبارح خفيف شوية لأن الناس فعلا مقدرة كم التعب والإجهاد خلي بالك الإجهاد ممكن ما يكونش إجهاد بدني بس يعني ممكن يكون إجهاد بدني وزهني في نفس الوقت أو حاجة يعني شوية ده هو مبارح كان واضح الزهني أكتر من البدني أكتر من البدني تركيز مبارح تقريبا لأن اللعيبة برضو من كتر المتشات وكتر المباراة القوية وكتر الدوافع في كل متش بيلعبوه بيجي لهم حالة من التشبع بيجي وقت كده عارف زي ما يكون الدنيا بتهنك شوية يعني بتقف شوية ولكن الحمد لله هم بيستعيدوا على طول وبسرعة ودي سمة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي النادي الأهلي فريق كبير وفريق عنده خبرة كبيرة جدا وبيضم أحسن لعيبة على مستوى القرى الأفريقية بيرجعوا بسرعة وبيتجوزوا بسرعة وزي ما انت قلت قبل كده أن الحمد لله أن الأمور في إيدينا احنا عندنا متشين جايين مهمين جدا مع المريخ والهلال بإذن الله نكسبهم خلص حنتأهل تاني وبرضو عشان نفكر الناس احنا البطولة التسعة والعشرة تأهلنا تاني مجموعة ونسيبنا البطولتين فهي ما بتفرقش دلوقتي أول مجموعة أو تاني مجموعة المهم بإذن الله نكسب المريخ الماتش الأولاني ده وبرضو من بختنا كويس أنه فيه خمسة أيام فترة كويسة جدا اللعيبة تستعيد شفاها وتستعيد تركيزها العالي عشان نخش عن مبارات المريخ بإذن الله نقدر نكسبها ونعديها بس مش معنى أنه الإجهاد البدني أو الزهني كان حاضر وبقوة أنه ما كانش فيه أخطاء يعني بالتأكيد حضرتك برضو لاحظت أنه كان فيه أخطاء لازم نشتغل عليها طبعا معاناة الأهلي مع مركز الباك اليمين ازدادت بشدة بعد هاني اللي كان تقلق بالمناسبة هاني النهاردة كنا منعن نتيجة ماتش بيرامدز الجماهير اختارت هاني واحد من ثلاث نجوم للمباراة وكان يبدو أنه هاني كمان ابتدى يرجع بفرمته اللي احنا شفناه عليها واللي احنا كنا ما استنين منه ولكن طبعا إصابته بعد مباراة بيرامدز وخروجه من ماتش سانداونز كمان مبارح كريم فؤاد رأيك إيه بداية في تغييرة كريم بطهر؟ لا هو نتكلم عليها مبارح لأنها كالتغييرة برضو هو فيه يعني احنا عايزين ننسى النتيجة مبارح بس ما ننساش الماتش تمام ليه ما ننساش الماتش عشان نعرف إيه السلبيات اللي كانت موجودة وطبعا أكيد مستر موسماني أول واحد بيوصل للسلبيات دي وأكتر واحد هيقدر يعليك هو في المؤتمر حقيقة الرجل تكلم بشفافات شديدة جدا ولكن من وجهة نظري مبارح كان فيه تلات حاجات مهمين جدا لازم نقف عندهم ولازم يتعالجوا بشكل كويس جدا طبعا أول حاجة التغيير اللي انت قلت عليه بتاع طاهر في الظاهير الأيمن مكان كريم فؤاد أنا بالنسبة لي وأنا بتفرج يعني مجاش في دماغي أن طاهر حيلعب في الحتة دي خالص يعني كان فيه ممكن بدايل تانية ولكن طبعا مستر موسماني هو ليه حرية الاختيار ودائما اختيارات وهي اللي بتبقى أحسن مننا لأن احنا بعيد ولكن أنا وأنا بتفرج قلت يعني يمكن رمي ربيع لو كان في المكان ده كان ممكن يكون يعني من وجهة نظري ممكن يكون كان الأفضل والله أنا قلت قبل حضرتك من شوية حسين الشحات لأنه حسين كان بيلعب برضو لعب معنا باك يمين في كذا مبارا فعنده إحساس المكان ده عنده إحساس المكان ده وبدايته كان باك يمين ولكن أنا لما بقول مثلا رمي ربيع ليه لأن احنا كنا رمي ربيع أساسا مساك وراجل النواحي الدفاعية عنده أعلى ودي لكلنا محتاجينها ممكن يكون حسين الشحات آه ممكن حينفع في المكان ده حيليق في المكان ده بس مش في الماتش ده لأن انت ما كنت محتاج برضو حد يقفل دفاعيا في الحتة دي بقى كويس ويكون موجود ووقف ويكون مع ووقف مع محمد عبد المنعم ومع ياسر إبراهيم ولكن حرية الاختيار دي طبعا لمستر موسماني لأنه هو المسؤول عن الفريق الحكتين التانين بقى المهمين جدا اللي كان يعني لازم نقف عندهم ما ننسهمش الهدف اللي جي فينا طبعا أسهل مرأبة بالنسبة للمدافعين أو اللعيب تخط النص في الكرات السابتة الكرانر بالذات لأن دي كرة سابتة انت كل واحد بيبقى مسؤول عن لعيب بيرأبه وبيبقى مهم جدا انه هو يبقى وضع جسمه مزبوط بيعنا ايه الهدف اللي جي فينا لو بصينا يعني لو نفتكره كريم فؤاد الراجل سرقه وتحرك من وراه وجابها جون الوقفة بتاعت كريم كانت مش مزبوطة ليه؟ لأن المفروض كريم يبقى واقف شايف كرة وشايف الراجل يعني أنا شايف الكورنر بتلاقي من نحيا دي أنا ما بمفعش وقف كده لازم أقف كده يبقى أنا شايف الكرة ودايما ما بقاش على نفس الخط بتاع الراجل اللي جيري أنا بقفل المساحة اللي هو ممكن يجب فيه خرج فيه وهو ده اللي حصل يعني لو كريم كان خطوطين لورا واقف شايف الكورة وخطوطين لورا وقفل المساحة اللي الولاد جيري فيها اللي سرقوا فيها دي ممكن الجون ما كانش يجي فينا فدي من أحد السلبيات المهمة جدا اللي أكيد طبعا مستر مسماني هيتكلم فيها الحاجة التانية فيه سروق اتلعب ما بين السردبكين في الشوت التاني كان انفراض اللي انفراض اللي شالوا الشناو اللي شالوا الشناو طبعا برضو النقطة دي ما كانش التمركز بتاعنا ما كانش مزبوط لأن دايما لما بتيجي بتتكلم مع الديفنس الديفنس وقفته بتبقى مهمة جدا حسب وضع الكور يعني لما يكون الكورة من ناحية الجنب وضع الديفنس المفروض الباكليفت مثلا بيقابل السردبك بيميل وراء الباكليفت السردبك التاني بيميل وراء السردبك وبعد الباكريت بيضم على دا لما يكون من الجنب الشمال أبو الجنب اليمين ولكن لما تكون الكورة من الوسط من الوسط يبقى ما ينفعش الباكين بتوعك يكونوا فتحين لازم يكونوا ضمين والسردبكين يكونوا ضمين برضو جنب وبعد ما يبقاش فيه مساحة بينهم كبيرة بحيث ان الكورة لما تلاعب سرور ما تعديش وده اللي حصل فينا فدي برضو من الحاجات اللي مهمة جدا 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 نقف عندها وأكيد برضو طبعا مستر موسماني والجهاز حيصنح مبارتين مطلوب منك فيهم انك انت تكسب وما فيش بدال تانية شايف الطريقة أو الشغل والتحضير اللي اشتغل عليه مستر موسماني في الفترة اللي جاية قبل مبارات أنا عايز بس أفصل أول بين المريخ والهلال اللي لها ظروف صعبة جدا هتكلم مع حضرتك فيها فخلينا نتكلم أول في مبارات المريخ بداية وعايز حيك برضو معلش قبل مروح نتكلم على الشناوي لأن حقيقة مبارح الشناوي كان يمكن رغم أنه الأهلي زي ما قلت مراحش لكن الشناوي مبارح كان حاضر وقدم مباراة يعني نقول له حمد الله على السلامة من ساعة غيابه بسبب الإصابة في بطولة أفريقيا فالشناوي مبارح كان أعتقد برضو ليه دور كبير جدا طبعا الشناوي مبارح عامل مات شهاين شال كورتين ثلاثة في منتهى الصعوبة وأهمهم الكرة اللي أنا كنت أتكلم عليها لمفراد دوان طبعا تطلع في توقيت كويس جدا وقدر أنه يقفل المرمى بشكل كويس فالشناوي نص الفرقة لما بيكون في حالته وهو على طول حالته يعني بسم الله ما شاء الله حاجة يعني ربنا يحميه بيشيل الفرقة بشكل كبير جدا بدون ذكر أسماء ولو حق حقيقة بتذكر براحتك بس يعني بدون ذكر أسماء في ناس كتير شايفة أنه في اسم أو اتنين أو تلاتة محتاجين يرياحوا شوي عشان ما يظلموش وعشان ما يتحرقوش في نفس الوقت حق مع الكلام ده أو شايفت ده في تشكيلة المباراة سانداونز كنت شايف أنه تشكيل ابتدى بي مستر مسلمان يقول تشكيل الأفضل في المورادي ولا كنت شايف أنه في أسماء محتاجة تكون موجودة في الملعب وأسماء تانية على أقل تبقى مبتدي عندك لا يعني يعني برضو دي وجهة نظر أنه نحن أبو عاد كل ده سبجكتف يا كامتر خالد يعني في النهاية موديل فني طبعا وصح بالقرار وهو اللي أضرب حالي تلعبته وشايف مين ممكن ينفع في المورادي لا أنا بالنسبة لزوف مطش مبارح وبالنسبة لإمكانيات فرقة سانداونز لأن أنا متفرج عليها برضو كويسة فرقة كويسة فرقة تقيلة يعني وفرقة من الفرق اللي بتعرف تنقل كورة ودي من الفرق اللي تخوفك دايما الفرق اللي بتعرف تنقل كورة عالقرض واتحرك من غير كورة هم هائلين بصراح هم في الحتة دي بصراحة هائلين تحركوا من غير كورة بمنتهى السلاشر عشر على عشر ودايما شايفين الفاضي فين الكورة تتنقل فين ودايما اللعيب يتحرك قبل ما اللعيب اللي معك الكورة ياخد القرار طبعا ما دايما دايما التحرك قبل البص صح بالذات فأنا كنت أتمنى مبارح إن قفشا ما يبتديش. يعني قفشا يقعد وممكن يكون لي دور خلال الشوت الثاني. نص ساعة 35 دي أربائي. يعني نص ساعة من خلال الشوت الثاني حسب ظروف الماتش. وكنت أتمنى أحمد عبدالقادر يبتدي مقاوة. يعني نلعب التلاتة الدفندرات اللي كانوا موجودين في نص الملعب. نفس التشكيل. ولكن عبدالقادر وبرسي تاو ومحمد شيري. في ناس شايف أنه برسي تاو محتاج شوية وقت عشان يرجع بمستوى اللي ابتدى بيما على الأهلي. وكان الحقيقة يعني مكسر الدني. شايفيني أنه الضغط عليه في ماتشات إيلا كده. وهو لسه راجع من الإصابة ومستعادش يعني الفورما الكامل بتاعته ظلم ليه وظلم الفرق أفنان. طبعا هو لعيب كويس. ولكن دلوقتي اللعيبة اللي بتجيبها الماتشات اللعب. يعني بعد اللعيب عن الملعب بيأثر عليه بشكل كبير. عشان يرجع ويرجع بسرعة عايز أنه يلعب باستمرار. يعني مثلا كريم فؤاد. الفترة اللي فاتت ما كانش بيشترك بشكل كبير. مبارح الهدف ما هو برضو ايه عدم الإحساس بالمكان. عشان هو ما بيلعبش. مش شنه هو. يعني هو عشان اللعب بيجيب اللعيبة دلوقتي. فيه السنس بتاع السنس بتاع الملعب. السنس بتاع المكان. أنا وقفتي صح ده من كتر اللعب. يعني اللعيبة دلوقتي كتر اللعب هو اللي بيصلح لها أخطاقها. هم بيصلحوا أخطاقهم. بيبقوا عارفين. أنا عملت إيه. لا. بلاش المرة دي. يبقى أنا أصلح نفسي في الماتش اللي بعديه بشكل أحسن من كده. فهو ده بس إنما كل ماتش ليه ظروفه. فرقة سنداونز برضو. معشان بس نديهم حقهم. لا فرقة تقيلة. طبعا. فرقة تلعب كرة حلوة جدا. جدا. ومصدر خطورتهم فحكتين. إزاي أنه هم ما بيفقدوش الكرة بسرعة. يعني التمرير عندهم بنسبة تسعين في المية سليم على طول طول الماتش. يعني في كل أوقات الماتش. والحاجة التانية اللي بيتميزهم عن أي فريق أفريخي. يتحرك بدون كرة. فدايما اللي معاك كرة بيلاقي تداتة أربعة فاضين بيقدر يلعب لهم بكرة. وبرضو حسن اختيار الأماكن اللي بيتحركوا فيها. يعني ما بيتحركوش في حتة ميتة. دايما بيتحركوا في حتة تفتح لك الملك. وده فرق بين لعيب والعيب. في لعيب يتحرك في حتة يخنق لك اللعب. فرقة زي كده. فرقة بتلعب كرة على الأرض. وعندها لعيبة تستلم تحت ضغط. ولعيبة مهارية. وعندها الخدرة على لدها تتحرك بدون كرة. يعني أنا متوقع إن شاء الله بإذن الله بعد ما نتأهل بإذن الله إن شاء الله إنه من الورد جدا أنه نرح نرحب بسان داونستاني. فرقة زي دي تقبلها تلعب معها زي كابتن خالي. تقارب الخطوط وأنا بدافع. يعني دايما وأنا بدافع ما تبقاش المسافات ما بين التلات خطوط كبيرة. وبرضو دي من مبارح من الحاجات اللي إحنا لازم نخلي بالنا منها كويس جدا جدا. بمعنى وأنا بدافع لازم المسافات ما بين التلات خطوط ما تتجاوز التلاتين خمسة وتلاتين يارد. يعني التلات خطوط بلعب. بعد كده لما بقطع الكورة ببتدي أنتشر والناس ببتدي تحرك لقدام. برضو عن طريق التلات خطوط. يعني الديفنس بيطلع بيزق نص الملعب ونص الملعب بيطلع بيزق الفراغ. فقدام الفرقة دي موسعش المساحات ما تبقاش واسعة. عشان ما تدلوش حرية التصرف المزبوط اللي هو بيمتلكه على طول طول الوقت. كلما حدايا الخطوط. الارتداد بسرعة بعد ما فقد الكورة. إزاي برجع وبالم نفسي. والتلات خطوط زي ما بقولك. تبقى المسافات ما بينهم في حدود الاربعين متر ما تزيدش عن كده. فأقدر أن أنا أقفل عليهم واحد من خطورتهم في الحتة دي. وفي نفس الوقت بقى التحول السريع من الدفاع للهجوم. بعد ما قطع لازم يكون فيه انتشار كويس جدا. وناس متحرك لقدام بشكل كويس. والكورة تلاعب بدل ملعب بالعرض كتير. لا الكورة تنقل لقدام. دي نقطة مهمة جدا. أنا عايز أتكلم مع حضرتك فيها. شفناها في سيناريوهين مختلفين. سيناريو ماتش بيراميدز. وسيناريو ماتش سانداونز. مباراة أولى حققنا فيها الغرب أو الهدف. وكسبنا مباراة بتلت أهداف. ومباراة تانية كانت برها ملعبنا. وفيها صفر وخسرناها بنتيجة هدف. المباراتين دول الملاحظة الأولى. والاتنين نقدر نقول قدام خصمين عنيدين. يعني في الاتين محترمين. الأهل مع الفرق اللي بتضغط بطول الملعب. أو اللي ما بتسيبش الأهل يلعب مرتاح. رتمه بيبقى إلى حد ما بطيء. ده لحظنا في المطشين. وبيلعب كور بالعرض كتير. وأغلب البصات بتاعته رغم أنه بيقاليه الاستحواز. يعني إحنا بلح كان الاستحواز لصالحنا. وفي مبارات برامز كان الاستحواز لصالحنا. لكن الاستحواز سلبي. الكورة أغلبها بتتنقل في التلت أخرين من ملعبنا. رأيك إيه ده وهل من الممكن ده يتغير أو يتطور إزاي. ما إحنا عشان ما يبقاش فيه بصات عرضية كتير. لازم الناس تحرك لقدام. يعني أنا لو معي كورة. وزميلي ما بتتحرك ليش لقدام. مش كل طبعا الفرقة. يعني كل واحد على حسب مركزه. يعني رأس حربة. اللي اتنين لو هنقول مثلا أفشا. أفشا استلم. لازم كيرسي تاودهم بيبقى قدام. لازم شريف بيبقى قدام. البصة تبقى قدام. وبعد الناس تبتقي تطلع. إنما كلما التحركات ما بتبقاش لقدام. فأنت هنا بتبتدي تلعب بالعرض كتير. مشكلة اللعبة بالعرض زي ما أنت قلت استحوال سلبي. وبيدي فرصة للفرقة اللي قدامك. إنه هي الديفنس يرجع. والفرقة ترجع. وتتمركز دفاعيا بشكل كويس. فتقفل عليك. يعني البدش يتقفل عليك. فمحتاج أن أنت الفرقة الكبيرة كلها. أول ما بتقطع. لازم هنا لحظة الهجوم. أول ما بقطع الكورة. إزاي الناس بتتحرك للقدام. 10-15 متر. والبص بيتنقل. وإزاي الفرقة بتطلع. وبعين في مبدأ في الكورة. يعني يمكن الجنب. أنا لو بضعت في الفرقة اللي قدامي. مثلا سانداونز بتهاجم عليها من ناحة اليمين. أنا بدافع الجنب الشمال كله بيدافع. قطعت الكورة. ما هاجمش بالجنب ده. إزاي طلع الكورة من الجنب ده. لنص الملعب تتنقل النحة التانية. والناس اللي كانت واخدة. واجب التغطية. اللي هي مش تعبانة. تطير. تطير لقدام. فأنت كده بتبتدي تضرب 3-4 لعيبة. اللي انت قطعت الكورة من الجنب ده. اللي كانوا بيهاجموا عليك. طلعت الكورة. وابتدت الناس تتحرك لقدام. بسبرنتات شوية. الرتم بيزيد شوية. فأنت قريدي. هتلاقي نفسك درطة 4-5 لعيبة. اللي كانوا بيهاجموا عليك من هنا. انت بقيت زيادة من هنا. هاخد المباراة بتاعة المريخ من وجهة نظر الصعوبة اللي ممكن تبقى موجودة فيها. صحيح المباراة في القاهرة هنا. لكن في النهاية انت بتتكلم على انه سان داونس خلاص تأهل أول. ده من صدارة. الأهلي المريخ الهلال في المركز الثاني وثلاثة والرابع. كلهم أربع نقاط متساوية فالحظوظ والفرص متساوية. وده يخلي المريخ والهلال طمعانين بشكل ما عندهمش حل تاني. غير ان هم يطمعوا في النادي الأهلي ويحاولوا يعني يكسبوا. حتى لو الماتشاط بتتلعب هنا في القاهرة. من وجهة نظر حقك السيناريو الأمثل لمواجهة المريخ بداية قبل ما اروح لهلال يوم الجمعة اللي جاء يكون ازاي. وهل شايف أنه الطريقة والتشكيل اللي بتدينا بيوم ماتش سانداونز هو اللي نراهن عليه في مباراة المريخ اللي جاية؟ لا أنا من وجهة نظري لا مش التشكيل ولا مش طريقة اللعب. مش طريقة اللعب. يعني نسيبك من التشكيل من طريقة مش طريقة اللعب. يعني احنا أنسى الطريقة هتبقى لينا برضو من وجهة نظري أربعة اتنين تلاتة واحد. اختيار الأفراد ده طبعا الجهاز الثاني. أه طبعا. هسمع رأيك برضو لأنه احتمالية مشاركة هاني أو جهزيته واحتمالية مشاركة كريم فؤاد أو جهزيته مش مش واضحة لغير دلوقتي. فيه إمكانية أنه هاني يدخل تدريبات بس معرفش حالته هتسمح أنه يلعب المباراة ولا لقا جاهز ولا لقا فتو ولا لقا. فبرضو هتكلم محاك في التشكيل بس خلينا نبتدي بالطريقة يعني انت اخترت اربعة اتنين تلاتة واحد. أه طبعا أنسب طريقة دينا وتناسب الماتش اللي جاي والأهداف اللي احنا عايزين نطلع بها من الماتش اللي احنا نكسب. فلازم يكون دي كسافة هجومية بشكل كبير والطريقة دي احنا لعبتنا بتعف تنفزها كويس. ما فيش تغيير في التشكيل لو محمد هاني وكريم فؤاد الإصابات مش هيكونوا موجودين. اقرب واحد انا برضو من وجهة نظر عامي ربيعه ويبقى الاثنين اللي في نص الملعب اي حد بقى ما بين اتنين ما بين ديانج او حمدي فاتحي او عمر السلية اتنين منهم تمام حسب اختيار طبعا مستر موسماني. تلاتة اللي قدام احمد عبدالقادر وقفشا وبرسيتا ومحمد شريف. طب قبل ما اتكلم معك للهجوم لانه مهمته اتقل واصعب في المباراة دي اتكلم معك عددفاع شوية لانه افريقيا اعتقد ان احنا بنعاني شوية. يعني مباراتين خسرناه قدام سانداونز قاهرة هنا ودجونسبرج في جنوب افريقيا ومباراة تانية دخل فيها هدفين في وقت كنا متقدمين فيه بنتيجة اثنين صفر على المريخ السوداني. فيه حتة مفخوضة بالذات في المساكين هل هي عدم انسجام يعني كان بدر وايمن بلعبه جنب بعض فترة طويلة. ايمن وياسر لعبه مع بعض فترة طويلة. اللي دخل السنة دي محمد عبد المانا ياسر وربيعه لعبه فترة. الحتة دي انا عارف كواس جدا انها مطلوب ببقى فيه تفاهم كواس قوي بين الاتنين اللي بلعبه في قلب الدفاع. ونتيجة الظروف اللي عنينا منها وغياب بدر واصابة ايمن ويعني بقى مفيش الهارموني او الانسجام اللي موجود بين قلب الدفاع. مين الانسب في مباراة المريخ او مين الافضل من وجهة نظر كابتل خالد جدالة في المركزين دول تحديدا. في المركزين دول محمد عبد المنعم وياسر. محمد وياسر. اللي هما موجودين. انا بقول ليه بقى رامي ربيعه بكرايت. دايما مش رامي ربيعه لما يلعب بكرايت مش حيبقى مثلا زي محمد هاني مش مطلوب منه يهاجم ويدافع. لا انا عايز رامي ربيعه نحية اليمين بكرايت. تمانين في المية من المطلوب منه دفاع. دفاعين. يعني اكله سردباك تالت. تمام. فاهمني ازاي مع ياسر ومع محمد عبد المنعم. عشرين في المية منه نحية وجمية. تمام. على النقيد النحة التانية علي معلول حديله الحرية في النواحة الهجومية بشكل كبير جدا. بشكل كبير جدا. يبقى انا كده قريدي انا ضامن عندي تلاتة سابتين ورا. مش بسابق يعني رامي سابت. اكتنهم تلاتة مساكين. تمام. بس رامي حيبقى محدوف شوية نحية اليمين. حيدي الطمقنينة. وحيدي الحتة دي هتبقى متقفلة بشكل كويس. وفي نفس الوقت عشان ما اصرش على النحة الهجومية علي معلول. بسم الله وان شاء الله بيشتغل بشكل هجومي بشكل كويس جدا. يبقى ياخد الحرية ان هو يطلع. وان هو يرجع يرتد مكان. ولهاف الدفندر لناحيته يبقى دايما ميل عليه لما يزيد. يعني لو كانت دي أجل وحمدي. اه بالضبط. انت في الجنب حيبقى فيه علي معلول. وهف الدفندر واحمد عبدالقادر. ثلاثة. يعني ثلاثة في النواحة الدفاعية. الثلاثة دول بيقفلوا. احمد من قدام. احمد عبدالقادر يلعب. ليس يلعب. هو زي ما هو. وبيلعب عادي. هو في مكانه. بس اتكلم دفاعينا. تمام. وانا معي الكورة. في الدور الدفاعي المطلوب منه دفاعي. بالضبط. انا ممعيش الكورة في الناحية الدفاعية. اول واحد بيقابل من ناحية الشمال. انا فهمت انه هيغطي على معلول. لا 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 لا. اول واحد هيغطي. هيغطي. هيقفل الناحية الشمال. احمد عبدالقادر. من وراء الهفد فندر. ومن وراهم علي معلول. علي معلول. بالضبط. علي معلول الدرب يبقى اقرب واحد اليمين الهفد فندر. او المساك. يعني هي بس بتبقى ايه اختلاف في الواجبات. الاداء اللي هطلع شوية برا مشوار الاهلي في بطولة افريقيا. الاداء او المستوى اللي ظهر عليه. ازا ملك عينة الحقيقة. في بطولة افريقيا بشكل عنيف يعني. وخرج من البطولة خلاص بشكل نهائي. واختارته الاخيرة امام الوداد على ملعبه. قالت انه فيه حاجة غلط في الفرقة. الاهلي كمان في مباراة سانداونز زهابا وايابا. بيقول انه اللاعبه مجهده بشكل كبير. والسؤال هنا مش مرتبط لباهلي ولا زهالك. مرتبط بمنتخب مصر. اللي رايح كمان اسبوعين او اقال يلعب مع السنغال. هل تشايف انه فيه ارتباط بين سوق التخطيط. حالة الاجهاد. ضغط المتشاط. وده ممكن يكون ليه تأثير على لعيبة منتخب مصر. اللي اغلبها اهلي وزمالك يعني. في مواجهة السنغال. فنيا حيكون ليه تأثير بسيط. ولكن التأثير دوا هيروح بمجرد انضمام اللعيبة للمعاصر. لان الدافع اللي هيتحط اللعيبة. وصلنا بقى الكاس العالة ومتشاط السنغال. حتى لو فيه قصور في الأداء الفني. لا الدنيا ستتضبط بالنسبة للعيبة. فانا مش قلقان يعني. ممكن يكون المستوى دلوقتي يوحش. لكن في مواجهة السنغالية. لا الدنيا ستتغير. لان الدوافع ستتغير. والشحن المعناوي. والتحضير النفسي بالنسبة للعيبة. لما يخشوا جو الماتش ويعيشوا الأجواء اللي هنعيش معهم بإذن الله كلنا فيها عشان يفرحونا. لا كل حاجة هتبقى بالشكل كويس. ولكن هناك فرق بين الزمالك لما خسر من الوداية كاتيم وبيننا. الزمالك بعيد جدا. وحيعاني. حيعاني مش الموسم ده. حيعاني سنة سنة ونص. يعني فرت الزمالك سنة سنة ونص. لان الفترة اللي فاتت مفيش لعيبة دي أشباح لعيبة. يعاني موجودة في المقافة هم عندهم. هم توقعش حتى ان يقدر يلم ورقه بسرعة وينفس في الدوري السنة دي. لا 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 لا. سنة يعاني الزمالك تدي له سنة. يعاني الأهل السنة دي المنافسة هتكون مع بيرامدز. ولا الأهل خارج المنافسة بإذن الله بإذن الله. قبل ما اتكلم معك على مطاب بالهلال. والهلال هيكون مواجهة الأخيرة. ومواجهة غالبا هتكون حاسمة للفرقتين. وتوقيتها كمان بمثل عنصر ضغط وصعوبة كبيرة جدا. عايز خليني أسأل حضرتك. رأيك بس فكرة أنك تبقى بتلعب مع السنغال مباراة العودة. وتونس بتلعب مباراة عودة تصفيات كاس العالم ومالي. فبالتالي هيبقى عندك 10 أو 12 لعبة في تقديرات مع اختيارات مستر كيلوش للمنتخب في المتصفيات كاس العالم. إزاي أرجع من السنغال يوم 30؟ ألعب مع الهلال يوم واحد. وإيه اللي ممكن أهلي أو إدارة الأهلي تعمله مع التحاد الأفريقي. عشان الموقف الصعب ده يتحل. بس هتسمح لي أروح لفاصل أخير وأسمع رد كابتن خالد جدالة مكملين معاكم في السادسة بس بعد الفاصل. كلامنا كان رايح مع كابتن خالد جدالة طبعا لمطش الهلال بسواء كان لي تعليق أخير على مطش المريخ. تفضل كابتن خالد. بإذن الله مطش المريخ ده 50% من المشوار. يعني بإذن الله تعالى من أول دقيقة لازم نضغط على فرقة المريخ. وبإذن الله لو قدرنا نجيب هدف مبكر ده هيبقى مهم جدا بالنسبة لنا. لا أنا من المبكر ده بنريح بعد المبكر ده كابتن خالد. ما هو يعني معلش لو ما نجيب جون ونريح وما يجيش في الألوان. أحسن ما نجيبش نقض على عصر. فدي نقطة مهمة جدا. لا بس أنا تعودت على الأهلي طبعا يعني دايما العنق الزجاجة يعني. فأي مواطش بيعابه الأهلي مع مين بصرف الناس دوري بطولة أفريقيا كاس عالم. بيبقى دايما إنك انت تحل عقدة الفريق المنافس وتسجل الأول. بحس إنه المطش بالنسبة للجمهور ابتدى من هنا. من اللحظة للأهلي سجل فيها بحس إنه هنبتدي نلعب كورتنا. الفريق اللي بيلعب قدامنا هبتدي يطلع بقى من حالة التكتل ويحاول يهاجم أو يعوض. فتبقى فيه المساحات فالأهلي يلعب كورته فتبقى المباراة سهل. لكن سيناريو المريخ اللي فات بيقول غير كده. بيقول إنك بعد ما جبت جون وجبت التاني وركب المباراة ومسيطر عليها. فجأة مرة واحدة معرفش كان فيه إيه. تراجع شديد جدا في الأداء. هجوم من المريخ حدفين استقبلناهم. ولولا طبعا كورة السلية كانت بقت الحسابات النهاردة معقدة جدا. جدا جدا جدا. أكيد لعبتنا تعلموا الماتش ده. يعني أكيد اللعيبة تعلموا الماتش المريخ اللي خلص ثلاثة اثنين اللي إحنا كسمناه ثلاثة اثنين. ومتعالي الدرس دوا درس يعني هما استوعبوه بشكل كبير جدا ومش هيتكرر. يعني بإذن الله مش هيتكرر لأن زي ما أنت قلت جيبنا جون في التاني وعني يجي فينا هدفين. وعمر صليف في الآخر يجيب جون ونكسب به. فالسيناريو ده بإذن الله مش هيتكرر يعني ربنا يكرمهم وندغط على فرقة المريخ من الأول. ونقدر نحن نسجل بحيث بحيث أن احنا نخلص الماتش ونفتح الماتش من بدري بإذن الله. طيب تسمح لي طبعا موضوع الاوتوبيس وتأخر وصوله كابتن خالد. هل حقيقي ممكن يبقى ليه تأثير سلبي على الفرقة قبل بداية المباراة؟ ممكن بس هو دي حرب نفسية يعني فرقة سانداونز خلي بالك بتفكر في كل التفاصيل حتى الصغير. إزاي يتعبوك؟ فهم حربونا نفسيا بحيث التأخير الاوتوبيس. مش عارفين نخش الملعب والاوتوبيس تأخر والزحمة وناس وقفة قدام الاوتوبيس كل ده. عشان هو بيحربك نفسيا بحيث أن انت لما تخش. إنما لعبتنا عندها من الخبرة المواقف دي المفروض ما تأثرش فيهم قالص يعني. عندهم من الخبرة الأفريقية خبرة كبيرة. طيب وهو ده خبر يمكن ليسه وصل لنا. حالا ده بيان صدر من نادي سانداونز طبعا بعد على خلفية تأخر وصول اوتوبيس النادي الأهلي لملعب المباراة. إنه نادي سانداونز تلقى معلومات بخصوص الملابسات والحادث. الذي أدى لوصول الأهلي متأخرا لملعب المباراة ملعب أفن بي بجنوب أفريقيا. وبدأ سانداونز مباشرة تحقيقا واسعا واتصل أيضا بشرطة جنوب أفريقيا الوقوف على الحقائق والظروف التي أدت إلى تأخر الوصول النادي الأهلي. وإنه البيان بيقول أنه نادي ماملدي سانداونز سيتخذ إجراءات تقديبية صارمة. بما في ذلك مع المشجعين غير المسؤولين من حضور المباراة المستقبلية. وإذا كانت شكاوى الأهلي مبررة بشكل واقعي. وسانداونز لديه واجب والتزام ضمان معاملة الأهلي وأي نادي كرة قدم آخر يستضيفه بالإحترام والمبادل. طبعا يعني وطبعا ده شيء لن يؤثر ولن يغير من الأمر الواقع شيء. لكن في النهاية أعتقد ما كانتش يعني وصول النادي سانداونز. عموما يعني أعتقد أنه جنوب أفريقيا ملهاش أي ناس محترمين بالضبط كده. يعني في بعض الدول بنروحها بنعافين أن يبقى فيه ممكن يبقى فيه شغب حالة ترصد للعيبة. استفزاز في بعض الأوقات وأوقات كثيرة حصلت بيبقى فيها اعتداء على أوتوبيس الفريق. لكن عمرنا ما شفنا حاجة زي كده في جنوب أفريقيا. مطش المريخ وأنا كنت أتكلم مع حضرتك في أنه هتزيد صعوبته شوية بسبب معادل المباراة معادل مواجهة. مطش الهلال. مطش الهلال. لأنه مفترض أن نحن هنلعب في السنغال مع المنتخب السنغالي في داكار يوم 29. منتخب مصر يرجع إن شاء الله بالسلامة القاهرة هنا يوم 30. ده معناه أن الأهل يبقى قدامه يوم واحد عشان يتمرن. وهو جاي من رحلة صفر ومواجهة عنيفة جدا مع السنغال عشان يلعب مع المريخ يوم واحد. والسؤال هل يستجيب التحادل الأفريقي لفكرة أو لمبدأ تغيير أو تأجيل موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني؟ أنا أتمنى أن التحادل الأفريقي يستجيب لأنه هو طلب منطقي يعني ما ينفعش من الفرقة تلعب يوم 29 وترجع يوم 30 يوم واحد وبعدين تلعب مباراة مصرية مصرية مع فرقة الهلال السوداني لأن دي هتبقى مباراة حاسمة أن احنا بإذن الله نتقطع دور المجموعات. فأنا أتمنى أن التحادل الأفريقي يستجيب ويقدر لأنه هو طلب منطقي وطلب مشروع وطلب لوجيك يعني هو مفوش حاجة كلها فأتمنى أن هم يأجلوه حتى لو لمدة 48 ساعة. الهلال أصعب ولا المريخ أصعب من وجهة نظرك من حيث إمكانيات كل فرقة ومن حيث توقيت المواجهة. يعني مواجهة أخيرة ممكن جدا ولا جدا تكون فاصلة مع الهلال ولا المريخ من وجهة نظرك كفريق أصعب بما أنه ثلاث فرقة عندهم نفس الحظوظ أو نفس الفرص في التأهل. هم الهلال والمريخ قريبين أو من بعض يعني يمكن بس يمكن المريخ أشرس يعني شوي شريسين شوي. ولكن الاتنين الفرقين جدا جدا في النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية فنفس المستوى قريبين جدا من بعض. حضرتك كنت لعيب كرة كبير وكنت طبعا مدرب كبير يعني يهمني خلاصة المشوار والخبرة دول تخدهم في بعض الملاحظات العام. واحد عدد كبير جدا من وده مش بس في مباراة سان داونز الأخناء ده في يمكن أخر 3 أو 4 مباراة للنادي الأهلي عدد كبير جدا من التزديدات من عدد كبير من لعيب النادي الأهلي أغلبها برد 3 خشبات دي ملاحظة يعني ناس كتير جدا لحظتها وناس كتير اتكلمت فيها. إزاي نشتغل على ده أو إزاي نستغل ده فإن إحنا يعني لأنه التزديد حقا كعرف واحد من أهم الحاجات اللي بتصنع فرص أو بتسجل عن طريق أهداف. ورغم كسر التزديدات لعيب النادي الأهلي إلا أن كلها تقريبا برد 3 خشبات أساسا. عشان بيبقى وضع جسم اللاعب لما بياخد قرار الشوت بيبقى غلط. يعني أنا إمتى أخد قرار الشوت. وخلي بالك أنا ما كنتش أشوت كتير. يعني في الماتش ممكن أشوت كرتين ولا ثلاثة. بس الثلاثة ما فيش حاجات يعني في السامة. لا لا لا. يعني بين الثلاثة خشبات. لإما الجون يطلحها. لإما تيجي جون. لإما الجون يطلحها. إنما ليه وليه كنت بوصل للحتة دي. لأن لما باخد قرار الشوت ببقى سوريا يعني في الكلمة بلغة الكورة راكب الكور. يعني جسمي معدول. رجلي السابتة جنب الكورة. كنت بتتمرن لوحدك على موضوع التزديد كابتن خالد. ولا كنت بتكتفي بالتمرين مع الفرقة. هو من وانا صغيرة. لا هي موهبة. كانت عندي من وانا صغير. يعني من وانا ست سنين. يعني أنا طالع عندي الموهبة دي. وش رجلي مظبوط. وبعدين أنا كان فيه برضو الميزة اللي عندي. وش رجلي يعني الكورة بتطلع جمدة بس فيها دق. يعني مش شرط إن هي تطلع جمدة في أي حتة. لا فيها دق. وزي ما بقول إن لعيبة خط النص بتوعنا بالذات. عمرو السولية وديانجو وحمدي فتحي. لما تاخد قرار الشوت لازم جسمك يبقى معدول على الكور. ما تستعجلش وتاخد قرار الشوت. وانت جسمك مش معدول. فالكورة تطلع بعيد عن ثلاث خشبات زي ما انت بتقول. فهي دي النقطة. القرار ما بيبقاش في التوقيت المزبوط. قرار الشوت ما بيبقاش في التوقيت المزبوط. لأن التكنيك بتاع جسمي أو وضع جسمي ما بيبقاش صح. فتلاقي الكورة بتطلع مش مزبوطة. أصلحها إزاي؟ قاعدل نفسي ما استأقي. أشتغلها إزاي ما أنا هاعدل نفسي. أشتغل عليها في تمرين. يعني اللعيبة اللي عندها قدر التزديد مثلا. عندنا ديانجي بيشوت كويس قوي. بالزبط. قفشة بيشوت كويس قوي. سولية بيشوت كويس قوي. بالزبط. اللعيبة دي يبقى ليها تمرين خاص. أنا أشتغل عليهم. أو هم يشتغلوا على نفسهم. يعني لو حابين في حتة التزديد. عشان عرف أزبط التوقيت. ولا أشتغل عليها إزاي. لا طبعا. كل ما حيتمرن وحيشوت كتير. من زوايا مختلفة. ومن إن الكرة مثبتة. ولا من تحت رجله. ولا متحركة ما دي كلها. مواقف أنت بتشوت. يعني مش كل اللي. لما تيجي تهد قرار التزديد. مش شرط إن الكرة تبقى تحت رجلك. ممكن تيجي لك حد يصلحها لك. فكرة جاية متحرك. دي لازم تتمرن عليها. كرة من تحت رجلك بتشوت. دي لازم تتمرن عليها. كرة بتشوتها هفولي. دي لازم تتمرن عليها. تبقى حلوة هفولي دي. طبعا. هفولي دي أعتقد الشويت. يعني العيبة اللي بتشوت. بس عايزة مهارة. لا. وعايزة مهارة ودقة. دقة بشكل كبير جدا. هي عايزة دقة. لأنه بيبقى سهل لهاوي. يعني كرة بتنطف الأرض. وانت بتشوتها. يعني انت بتاخدها النطة مع الشوت. مع الشوت. فدي محتاجة توقيت كويس جدا. والنقطة المهمة جدا. في حتة الشوت. اللي الناس كتير أول ما بتاخدش. يعني ما بتقولهاش. عيني على الكرة لازم تبقى كويس. أنا عارف الكرة دي. لو نطت هتروح فين. هستقبلها فين. هحط رجلي في أي وقت. ما هي دي اللي بتبدي الدقة. وتخلي الكرة بتروح بين التلات خشبات. من اللعيبة المبشرة جدا السيزن ده. والأثبات والحقيقة يمكن. يعني كنا مستنينه بعد موسم تقلق فيه مع اسموحة. ولما جي مع الأهلي. الحقيقة بدايته كانت موفقة جدا لدرجة. آه عانا لغاية. لما خد فرصة يعني أن يشترك كأساسي. لكن من أول ما خدها. والجماهير تقدر تقول. ارتبطت بيه بشكل كبير. وحست أنها ممكن تراهن عليه في الفترة اللي جاي. أحمد عبدالقادر. لو حبيت يعني من نجب كبير لنجم صعد. توجه نصيحة لعبدالقادر. عشان يقدر بداية يكمل تسعين دقيقة. ويقدر يحافظ على مستواه في التسعين دقيقة بشكل كامل. تقوله إيه؟ أحمد من اللعيبة الوعدة جدا. وعنده إمكانيات هيلة. أهمها السرعة. وسرعة الاختراق. وبيعرف إزاي يفوت دايما في أي موقف واحد على واحد. بيقدر أنه هو بيفوت بشكل كويس جدا. حتة تنظيم الجهد. أو توزيع الجهد خلال التسعين دقيقة. دي الملحوظة اللي أنا عايز أقولها له. عشان تقدر تكمل بنفس المجهود. وبنفس الشكل اللي هتبتدي به. ما تفردش في بازل المجهود في الأول. وزع مجهودك على حسب وقت الماتش. يعني إزاي؟ دي بقى من الخبرة وهو هيكتسبها. كل ما هيلعب كتير هيكتسب الحتة دي. وهيعرف ينظم نفسه فيها. ولكن العيب عنده شخصية. عنده ثقة في نفسه. سريع. مغامر. هداف. دفاعي بشكل كويس جدا. هي قدر يدافع بشكل كويس جدا. هي مشكلته. وتنظيم مجهوده. ما بين النحل الهجومية والدفاعية. نورتنا وشرفتنا في السادسة. شكرا. كنت تخلينا سعد بيك دايما. وإذا أمكن توعدنا على هوا بلقاء قبل مواجهة مصر والسنغال. يهمنا نسمع رأيك جدا في اختيارات كيروش. وفي الطريقة الأمثل مواجهة. أنا بشوفه أقوى منتخب في أفريقيا في الوقت الحالي منتخب السنغال. بس نحن لها إن شاء الله. بإذن الله. يعني ثقاتنا كبيرة في أولادنا إن شاء الله. ويكملهم الروح والشخصية اللي فنشوا بيها بطولة أفريقيا. فاتشرفنا بوجودك دايما في السادسة يا كابتن خيلي. شكرا يا أحمد وأنا بتشرف بوجودي معك وتحت عمرك في أي وقت. نورت الدنيا. وبشكر حضراتكم على المتابعة هارد لك. معلش وارد جدا لكل جواد ينكبوا زي ما بيقولوا. لكن الأهم إن شاء الله بإذن الله إن نحن نصلح ولملم ورقنا بسرعة جدا. وقادرين جدا جدا إن شاء الله في حالتنا. مش بس المطشين اللي جايين. مش بس المريخ والإله. لأي فريق في أفريقيا. آه في فرق محترمة. كان كابتن خالد يتكلم على الترجي وعلى سانداونز. لكن إن شاء الله الأهلي قادر جدا يروح لأبعد نقطة في البطولة. وإن شاء الله بإذن الله الحداشر تكون من نصدنا. بشكر حضراتكم. وعلى كل خيط دايما نتقابل على شاشة الأهلي.